تخفيض النفقات المتكررة وضف القائد أنه في ظل تكليف اللجنة التنسيقية من نظر في مصروفات تقنية المعلومات وتخفيض النفقات جاء تنظيم ورشة العمل بهدف النظر للممارسات الدولية المتبعة في هذا المجال وقد وقع الاختيار على شركة جارتنر لما تمتلكه من خبرة عريقة وضف القائد أن الورشة استعرضت بشكل تفصيلي مجالات الخفض الممكنة والنسبة الخفض المتوقعة لكل مجال وضرورة التركيز على المساهمة في إعادة هيكلة تقديم الخدمات التي يستفيد منها المواطن وترفع فعالية الجهات الحكومية كما ناقشت الورشة استثمارات الحكومة في مجال تقنية المعلومات وركزت على التقنين في الأنظمة الإلكترونية الداخلية للمؤسسة الحكومية وأوضح القائد أنه تم استلام مجموعة من المعلومات من الجهات الحكومية وجار العمل على رسم تصور وخطط لتخفيض النفقات والخروج بتوصيات مؤكداً نور ورشة العمل التي أقيمت اليوم في توعية جميع الأعضاء للخروج بنتائج علمية مبنية على أسس ودراسات عالمية بما ينسجب مع التوجهات الحالية طبعاً تكليف اللجنة التنسيقية بالنظر في مصروفات تقنية المعلومات وعمل خفض كبير فيها على مستوى وطني أعتقد أنه لا يمكن في مجال تقنية المعلومات خفض نسبة كبيرة من المصروفات إذا ما نظرنا الموضوع على مستوى شامل وعلى مستوى وطني وهذه طبعاً اللي يتبين الممارسات الدولية لذلك قمنا بمباشرة العمل من خلال الخبراء الموجودين على مستوى المملكة ومختلف الوزارات تشكيل أربع فرق عمل مع ذلك من الضروري جداً النظر إلى الممارسات الدولية والشركات العالمية مثل شركة غارتنر اللي لها باع أكثر من عشرين سنة في مجال خفض النفقات تقنية المعلومات للشركات وأيضاً للجهات الحكومية فأحضرنا حقيقةً خبير عمل أكثر من عشر سنوات في هذا المجال يعطينا نبذة عن هذه الممارسات العالمية وين كان الخفض ممكن نجح نجحت في المؤسسات الحكومية أو المؤسسات الخاصة في خفض النفقات وأيضاً التحديات اللي ممكن نتواجه مثل هذه اللجان حتى فعلاً ما نبدأ بالخروج بتوصيات ربما تجد بعض التحديات في المستقبل ونركز جهودنا في الممارسات الناجحة العالمية طلبنا معلومات من الجهات الحكومية بدأنا نحلل المعلومات عندنا تصور وخطط وتوجه بخفض النفقات للخروج بتوصيات الورشة اليوم دورها أنه يتوعي جميع الأعضاء حتى فعلاً يكون نتائج علمية مبنية على أسس ودراسات عالمية وعلى حسب التوجهات العالمية الموجودة في هذا المجال